هنتكلم بتفاصيل ونسأل كده سؤال أي حد حتى المواطن البسيط كده بيسأله هو الدنيا بيحصل فيها إيه؟ العالم بيحصل فيها إيه؟ وأمريكا بيحصل فيها إيه؟ وإيه يعني مشكلة إنه بنوك كبيرة في أمريكا تعلن إفلسها؟ هنتكلم بتفاصيل أكثر مع ضفناك كريم اللي نورنا في حديث الأخبار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يا أهلا وسهلا أهلا بحضرك فدنا هسأل حضرتك في الأول السؤال اللي زي ما كنت بقول دلوقتي الناس كلها بتسأله هو إيه بالضبط اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي وإيه أصل الموضوع؟ طيب أصل الموضوع إنه البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خلال الفترة السنوات الماضية أولا إحنا بنتكلم على طلب بنوك لهم طبيعة خاصة البنك الأولاني سيليكوم فالي ده يعتبر رقم 16 في الترتيب في البنوك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فهو بنك متقدم جدا يعني مش بنك صغير يمكن حجم الودائع الموجودة لديه 343 مليار دولار ده الودائع موجودة لديه سواء كانت أفراد أو شركات حجم الأصول التي يمتلكها حوالي 212 مليار دولار طيب هذا البنك الإشكالية حصلت بدايتها إزاي؟ بدايتها إنه بعض القطاعات اللي كان بيمولها أو البنك ده مختص بيها وهي شركات النشئة خاصة في مجال التكنولوجيا وهو يمكن يعتبر يحتضن 50% من الشركات النشئة في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بنك في أمريكا للشركات النشئة متخصص في هذا السيكتور أو هذا القطاعي نتج عنه إنه نتيجة ارتفاع الفايدة في البنك الفيدرالي أو قيام البنك الفيدرالي احتياطي الأمريكي بزيادة أسعار الفايدة بدأت هذه الشركات إنها تجد صعوبة إنها تحصل على تمولات عشان برضو نفهم القصة من الأول الأمريكا أو البنوك في القطاع المصرفي في أمريكا بيعتمد ما يطلق عليه على الأموال أرخيصة بمعنى إيه؟ إنه يدي سعر الفايدة أليل جدا فيبدأ يوزع كود وتسليلات ائتمانية أكتر فيكسب بحقك ما يكسب أكتر فيمكن في الحالة دي ودي ميزة إنه سعر الفايدة يبقى منخفض طبعا فكان هناك تعاملات كثيرة جدا خاصة في مجال التمول العقاري خاصة في التكنولوجيا خاصة في الشركات الناشئة بصفة عامة خاصة في قطاع المستشفيات وقطاع التعليم كل القطاعات دي بيدي إعطاءات لأموال كثيرة جدا بفايدة رابع في المية ونصف في المية فبيحصل على قيمة كبيرة جدا حلو نتج نتيجة إنه بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي إنه يبدأ يزود سعر الفايدة علشان يحاول يعالج التضخم الموجود في الولايات فبدأ أوصلنا لأربعة برينت 75 خمسة لربع تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية فبدأت الشركات الموجودة في الولايات المتحدة تجد صعوبة في الحصول على التمويل كلفة التمويل بالنسبة لها بقت مرتفعة فما يقدرش يسدد بيها الأعباء التمويلية وخاصة عنده ضغايب مرتفعة حسأل سؤال هنا معليش هي حتة اقتصاد كده حتة في آليات الاقتصاد بس مهم عشان تفهمنا إيه اللي حصل لسيليكون فالي والتوابع والبنوك التاني سعر الفايدة لما بيعلى ده ميزة وعيبة ميزة للي حيحط وديعة في البنك بياخد عليها ربحة أكتر أو سعر فايدة أعلى ثقافة الشعب الأمريكي لكن لو أنا بستلف أو باقترض من البنك أنا كدر بدفع فايدة أعلى إيه بقى الضرر اللي حصل لسيليكون فالي من رفع سعر الفايدة الشعب الأمريكي مش قيمة على الودائع زي مصر أو زي الدول المعينة لأ هو فكرته ما يحطش فلوسه بالبنك اللي بيحطه فلوسه بالبنك ده مش قادر يستثمرها هو عنده بداء المتنوعة عنده برصة والبرصة دي مش برصة أسهم فقط لأ إحنا بكلم على برصة بطول برصة للدهب برصات سلاعية نكلم على أسهم على عاملات مشفال كثير من البرصات التداول التمويل العقاوي عنده بداء المتنوعة ومحافظ متنوعة فهو هدفه الحصول على مكسب لأنه إداعه للفلوس داخل البنوك الأمريكية ما بيحصلش منها على فايدة بيحصل إما فيه بنوك صفر إما مينس يعني يأخذ عليها لأنه أنت حطتلي فلوس فأنا بأخذ منك قيمة إما بديك قبعة في المية فده بالنسبة له مش توجد